بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع عبدالله في نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحث آخر تطورات على الساحة الليبية وخلال الاجتماع استعرض المسؤول الليبي جهود أتمام مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المقبلة في هذا الشأن وأكد أبو الغيت أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي من شأنها المضي قدما بالمصالحة الوطنية ودفع العمليات السياسية ما يفضي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار بها وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات المسلحة كما رحب أبو الغيت بما ذكره نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بشأن التعويل على دور جامعة الدول العربية من خلال دعمها للجهود الساعية لتحقيق المصالحة الوطنية وإتمام العمليات السياسية انتهاءا بالانتخابات الوطنية تناولنا الحديث حول الأزمة السياسية وابعاد الأزمة السياسية وقد أكد الأمين العام إلى دعم تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وفق التوافق حول قوانين يتوافق عليها الجميع من خلال حوافز وأيضا ضمنات تعطي للجميع أن كل من يشارك في العملية السياسية أو في مسار الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية الجميع يكون ناجح في هذه الانتخابات أو مشارك في هذه الانتخابات أيضا تناول وهو الحديث المهم من خلال اللقاء اليوم مع معالي الأمين العام مشروع المصالحة الوطنية وإلى أين وصل هذا المشروع من خلال قيام المجلس الرئاسي بالنجاز هذا الاستحقاق الذي ينتظره الشعب الليبي